محمد نوهاد عالم الدين 27 سنة برسوم كاريكاتور بجريطة الأخبار حالياً في 2018 بحجة استبيار صادق لرسم الكاريكاتور بلشت من أنا وعمري ثلاثة سنين رسامة أول سامكة وأمي لاحظت أنه أنا عندي موهبة الرسم فبلشوا أهلي ينموا للموهبة عبر كتب لرسمين كاريكاتور عرب وعلى مستوى المحلي مثل ستافرو جابرة بيار صادق على مستوى العالم العربي مثل ناجل علي وبهجة عثمان وفي كتير أسامة كمان كبار فرسم الكاريكاتور بالعالم كان بفرنسا وكيف يفكروا كيف بيرسموا فتطورت القصة معي عملت إختصاص بالجامعة إلو علاقة بالرسام عملت إلوستريشن يعني إلوستراسيون إبوند السينة بالقلبه وهيكي يعني تحولت من موهبة إلى شغل رسمي ببلش بفكرة والفكرة يعني بتطلع من وراء أحساس عندي إن كان أحساس بالأهرأ أو بالحزن من وراء الأحداث اللي عم بتصير أما أنه ليه بتعلقوا عن يعني أغلبيتهم بيتمحور حول فكرة المقاومة لأنه أنا بالنسبة إلي أنه نحنا شغلتنا كشعوب عايشة بهيدا المنطق أنه نرفض الأساس اللي عم بتصير إن كان الخارج عم بفرض علينا ونجربا نعبر عن الأفكار اللي نحنا من آمن فيها بطريقتنا إن كان الرفض لهيدا الشيء أو الرفض إنه أرضنا تحتل أو نصير نحنا ضحايا مشاريع خارجية وياللي هيدا الشيء موجود من أيام سايكس بيكو يعني من وقته قسموا المنطقة وقالوا إنه هيدا المنطقة هيك شكلة فمن وقته نحنا القصة خارج عن سيطرتنا فهي الفكرة إنه قادر أرفض هيدا الشيء عبر رسمة وقدر إنشر فكرة الرفض يعني العالم أنا بالنسبة إلي الفكرة حيالله فكرة هي بحد ذاته كيان أو فيه يمتد عبر العقول يعني هي الفكرة ومتل ما بقول إنه الفكرة لا تموت وحتى يعني لو أشخاص راحوا بس بيكونوا حاملين فكرة الفكرة بتظلم كاملة مع أشخاص تانين يعني هيدا هي الطريقة فبالنسبة إلي أكيد فيه تأثير وخاصة إذا بتضلك بتدوّع القصص وبتضلك ممسك بال... يعني تعرف حيالله حدث فيه انطرح بكذا طريقة فأنا بطرحة مثل ما أنا شايفها وبجرّي بخلي العالم إنه تشوفها مثل ما أنا شايفها أنا أهلي يعني أنا بلشت قصة الإلهام من وراء الوالد لأن وجه أصلا يعني مثلا من خاره كبيرة وحواجبه موصولين وعنده شواري بسمك فأنا بلشت استوحي من أهلي وأصلا حيالله فكرة أنا ما بقدر جيبها أنا وقعد الحالة بالقوضة بدي أنزل اتفاعل مع العالم وأحكي أطلع بالسرفيس أحكي مع صاحب الفرن جرب عشان تطلع على الفكرة بلشت استوحي من شكله للوالد وبلشت وقته أرسمه بطريقة كاريكاتورية وهذا يعني نحكي على المستوى البصري يعني على مستوى الأفكار أنا كثير يعني مأثر بكذا أسمي كثير يعني ناجي العالي كثير معثر فيه من ناحية الستايل ومن ناحية الأفكار اللي عم يطرحها حتى بير صادق حتى ستافرو جابرة من ناحية كيف بيرسم الوجوه هذا كله أنا يعني كأنه تعشى بطريقة تفكير لأنه ربيان على كتب العلاقة بهذا الشيء وهو في كذا في كذا رسالة يعني هي كل الرسمة تكون صاحبة رسالة أو صاحبة فكرة بس هي بكل بساطة أنه الرسمة على بساطتها أنا عارفين أنه الرسمة ما حتقله بأنظمة أو ما حتتغير شكل المنطقة بس أنا بآمن بقوة الفكرة اللي هي يعني فكرة إذا لحقت وانتتشرت بمجتمع بتصير على أرض الواقع بتتغير بتتغير الأساس أنا بجارب قدمة فيي وصل الصوت صوت عالم ما قادرة توصل صوتها وبالنهاية إذا بتشوف الجهة اللي ماسكة الكرة الأرضية هالآخر متان سنة هي مسيطرة على لعبة الإعلام في مليارات الدولارات عم تنفت بلعبة الميديا وأخبار وفيك نيوز عطولة يجاربوا يسيطروا على رأي رأي عام ويوجهوه حتى فيهم يغيروا سردية اللي صار يعني هن بتوصل درجة الواقع تبعيتهم أنه ينكروا أو لا ما صار هيك أو يجاربوا يخفو ويوجد الجريم اللي عملوها فأنا هون بتجي دور الفكرة المضادة اللي بتقول لا مش مظبوط نحنا مش ناسين العراق نحنا مش ناسين سوريا نحنا مش ناسين بلادنا اللي فتتتوها ودمرتوها هي مش بس بتوقف على الريتش هي يعني هن لو بصحلهم يلغوا هيد الفكرة مع أنه هن من دعاة حرية التعبير ورسوم اللي بدك وعمل اللي بدك بس ما في شي مش موجود هيد الفكرة أنه حرية التعبير بشكل مطلق معانه وأنا بقيد على الآخر أنه واحد يحكي اللي بده ويهه اللي هو مقتنع فيه لأنه هيدا هي الحياة يعني وبصير النقاش بشكل طبيعي بس هن نواصلي معانه أنه لا ممنوع تكتب كلمة فلسطين مثلا على فيسبوك أو كذا ممنوع في مصطلحات معينة ممنوع تستعملها في بصري يعني فيجولز معينين ما فيك تستعملهم وهيدا الشي بلاحقوب فيهم يشيلوا الرسم فيهم يعني مش بس بتوقف معانه على الريتش وأكيد يعني هو الريتش شي بسيط من المشهد ككل يعني أنا بالنسبة إلي أنه فيهم يعني يعني مثلا ناجل علي دفع حياته حق المواقف اللي كان ياخدها فهني مش بس بيجوا بفكرة أنه الغائيين لدرجة مش بس منشلك البوست كنا نشيلك عن وجه الأرض كذا مرة وصلني رسائل مثلا من فلسطين يعني حسب الرسمة يعني صراحة هل التعليقات هن اللي بيعطوك بيعطوك الدافع أنك تكمل أنه أنا العالم يلي هن المعنيين بالرسمة يعني عم بيشوفوا الرسمة وهيدا بالنسبة إلي هيدا يعني أكتر شي فيه ووصله يعني فهمت كيف على مستوى الشخصي وبهمني أنه الفكرة توصل لكل العالم يعني بالنهاية